اشتركوا في القناة وكانت بتعلمني الدين كمان علشان محدش يتكلم علينا الحياة ان انا اقدر اقول ان احنا كنا الناس متدينين اسرتي مرت بظروف وتغييرات كتيرة في فترة ما بين عمل ماما وبابا وجوازاتهم وصفارهم المستمر بالتالي ده انعكس على حياتي بشكل كبير في سنة صغيرة اتنقلت من بيوت قريبي لمدرسة داخلية مرة تانية ارجع لبيت جدتي في خلال التنقلات دي انا عشت وتعلمت حاجات كتيرة حاجات عن الدين عن الحياة عموما لكن بما اني كنت طفلة هادية ما بتكلمش كتير كنت بلاحظ حاجات كتير حوالي بس كان جوايا دايما اسئلة عن الله كنت بخاف منه قوي ولما كنت بسمع الايات والحديث كنت بحس انه الاسلام بيظلم الستات بيظلم البنات ولما كنت اسأل المدرسين كانوا يقولولي يعني انت متسأليش كتير هو كده وبس في سنة نشر تقريبا مرت ماما بظروف صعبة وبدأ بحساها عن الله وتغيرت نظرتها للحياة كتير ورجعت تعيش معانا انا وجدتي وكانت حزينة قوي ومكسورة القلب لكن في نفس الوقت كنت بحس بشخصيتها القوية كانت بتحاول بجدية انها تغير حياتها في يوم فجأتنا وقالت انها بقت مسيحية طبعا انا كنت صغيرة ومش مستوعبة كل حاجة ايه كل اللي حصل لما قالت كده لكن لما شفت جدتي بتندب حظها على الفضيحة والعار اللي ماما جابته لنا فهمت زعلت من امي بس في نفس الوقت انا كنت شايفة انها تغيرت واتغيرت كتير وكانت بتتحمل للإهانة وده عمره ما حصل قبل كده في حياتها قبل الإيمان كل كلامها كان عن المسيح ومحبته لي احنا كنا عايشين في المهندسين في حي هادي والناس دايما في حالها لكن اللي عملته ماما اتعرف للكل وبقت فضيحة كبيرة جدا فمرة رجعت من المدرسة لقيت فيه اتنين شيوخ من الجامع الكبير اللي في المنطقة قاعدين مع ماما وجدتي وماما وجدتي كانوا خايفين جدا الشيوخ دول كانوا عمالين يهددوهم ويقولونهم ان ماما لازم ترجع للإسلام انا الحقيقة خفت على ماما قوي ولكن سمعتها بتقولهم لأ انا حفظ المسيح بعد ما خرجوا الشيوخ انا قررت ان انا اقرأ الإنجيل كله عشان لازم اطلع كل الأخطاء اللي فيه وارجع ماما لعقلها فايحة اتغيرت كتير وبقت احسن ونفسيتها ارتاحت بس الحقيقة انه مش نقصها الا انها ترجع للإسلام اخدت انجيل من بتوع ماما وقررت ان انا اقرأ في السر لما بديت القرية حسيت ان الكلام سهل ومظهوم والمفروض انه لو ده كلام ربنا فعلا يعني يبقى كلام صعب كده زي القرآن وبعدين فتحت انجيل يوحنى من اول صفحة وبتديت اقرأه في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ودي كانت بداية لقائه الشخصي مع المسيح لما شفته في رؤية وفهمت انه هو هو كلمة الله اللي بيتكلم عنه وحنى انا فهمت في الوقت ده ان انا قدام معجزة كبيرة وشفت في وجهه محبة اثارتني في اللحظة خلصت قرأة انجيل يوحنى وفهمني المسيح حاجات عمري متخيلة وشرح لي قصص انا وماما بدينا نقرأ الانجيل مع بعض ونروح كنايس عشان نتعلم ونعرف عن المسيح أكتر وليلين جدا الناس اللي فتحوا لنا قلبهم وبيوتهم لكن كتير من المسيحيين ما صدقوش اننا فعلا امننا بالمسيح فيه اسس مباركين استقبلونا وغيرهم طردونا من على الباب بعد فترة بسيطة ماما سابت مصر بعد ما جلنا استدعاء من الامن وعرفنا انهم هيقبضوا عليها علشان بتبشر بالمسيح بعدها استدعاني أبويا لبيته وكل عيلته كانوا موجودين وقال لي انا عارف انك بتروحي كنايس وعايز اعرف منك انت الحقيقة هتختاري ايه المسيحية ولا الاسلام فقلت له انا هختار المسيح بابا بصلي بكل هدوء وقال لي انا هعمل منك عبرة في شوارع مصر وحربطك في عربيتي واسحالك قدام الناس كلها وفجأة فعل بس امراته والموجودين حشو عني وخرجوني من البيت ما شفتش أبويا لمدة سنتين بعد كده لكن لما شفته مرجعش افتح الموضوع ده معايا مرة تانية أبدا بس بقى ابتدى يكلمني عن الجواز وطبعا دي كانت مشكلة كبيرة انا كان نفسي في الحقيقة ان انا اتجاوز مسيحي بس ازاي اقدر اعمل كده انا من عائلة معروفة الناس ممكن تعرف وندخل في مشاكل كبيرة علشان كده للأسف انا اخترت الطريق السهل واخترت ان انا اتجاوز راجل مسيحي عشان احمي نفسي وارضي ابويا انا قلت في نفسي معلش اصال الناس مش فاهمة وضعي انا وضعي مختلف واتجاوزت طبيب زابط شرطة اتفقت مع جوزي ان انا حخب ايماني بالمسيح عن الناس وافتكرت انه مع الوقت ممكن هو كمان يتغير ويقامن بالمسيح لكن كل ده ما عصبش بعد سنتين من الجواز ربنا اداني ولد وبنت بس حياتي كانت صعبة ومؤلمة جدا مع جوزي لانه كان بيعملني بطريقة وحشة جدا بسبب كل الضغوط النفسية دي انا فقت ايماني بربنا في وقت قلت ايمكن مفيش الها اصلا ولو كان ربنا موجود ما كانش سابني في الظروف دي ونسيت انه في الوقت ده كل ده كان بسبب اختياراتي انا لغبت عشت مع جوزي زي اي زوجة مسلمة وحجبة شكلها ملتزمة محدش يعرف الحقيقة قرر جوزي ان انا لازم اربي الولاد على الاسلام وانا ارضيت علشان ما احرمنيش منهم ومرت سنين من الصراع جوايا وفي يوم جوزي جيه وقال لي ان انا لازم اعلم البنت الصغيرة الصلاة قلت له بس ازاي يعني دي مش هتفهم حاجة دي مكملتش خمس سنين قال لي مش مهم نتعلم بدر حسن لها قعودي قعد قدامي هو وابني الكبير وانا وبنتي عادين على السجادة وبعلمها تقرأ القرآن كان قلبي بيتقطع وانا بعلمها وعارفة ان دي خدعة كبيرة وفجأة بنتي بصتلي وهي مرعوبة وقالتلي وكأنها شايفة شيء مرعب قدامها لا اماما احنا هنروح النار وانهارت في البوكة في اللحظة دي انا حسيت انه عقلي يرجع لي وعرفت ان المخلص الوحيد لبنتي وابني مش هيكون الا يسوع المسيح نفسه وافتكرت رحمته ومحبته وفي الليلة دي قعدت قدامه اسرخ له طول الليل واطلب منه انه يستمحني وينقذنا بعد كده لاحزت انه مرت علينا فترة من الهدوء كنت حسة انه كأني تحت حماية ربنا سنة 94 رجعت ماما وجوزها لمصر جم يزورونا وقالتلي لما جات انه الرب وعدها انه هيخرجنا من مصر طبعا انا ما صدقتش ازاي ده ممكن يحصل قلت لها ماما انا مش عايزة الاولاد يتحرموا من ابوهم لكن ماما قالتلي انه الوعد ده كان لكل العيلة وفعلا اتكلموا معاه عن فكرة الصفر وكانت صدمتي كبيرة جدا لانه قال مفيش مانع خدوا اماني والاولاد الاول وانا ححصلكم بعد ثلاث شهور لما خلص واخد اجازة بدون مرتب ونجرب الحياة نت وفعلا بدأنا في التحضير للصفر في الوقت ده انا كنت مريضة جدا واخدتني امي مع الاولاد علشان تاخد بالها مني لحد يوم ما طلعنا المطار انا الحقيقة ما كنتش مصدقة ايه اللي بيحصل لكن مش انا بس جوزي نفسه وهو سايق ما طلعنا المطار وبيوصلنا طول الطريق وهو بيزعق لي قال انت مش هتروحي مش هتسافري مش هواديكو ويسأل نفسه كده هو انا ايه اللي مخلينا سيبت تسافري اول ما الطيرا طلعت قلعت الحقيقة وكان ابني قاعد جنبي وبصلي هو مرعوب وقال لي ماما انت هتروحي النار كده قلت له لا يا حبيب ما تخافش احنا خرجنا من جهنم خلاص بنتي طلعت فرشة من الشنطة وصرحت لي شعري لما وصلنا امريكا بدأت رحلتي في فهم الحياة الحقيقية مع المسيح ودرست الكتاب المقدس وبعد شهور رفض جوزي انه ييجي طلب مننا ان احنا نرجع وانا رفضت قلت له لأ انا حرفع قديل طلب ساعتها هديني انه هياخد الاولاد واني حدفع التمم واختفع عننا لمدة شهور ولاحظنا انه فيه ناس بترقبنا وعرفت انه حياتي بقت في خطر لانهم عايزين يقتلوني ويخطفوا الاولاد فاضطريت ان انا اهرب واختفي لمدة عشر سنين لحد ما الاولاد كبروا اشكر الله انه اولادي في الفترة دي قبلوا المسيح في حياتهم وهم حاليا خدام مكرسين للرحب فترة الهروب كانت بداية حقيقية لحياتي الله من خلالها علمني الغفران بدل الغضب كان لازم اغفر لجوزي وصلني من اجله الغفران ده كان بداية شفا القلبي انا ومن وقتها حبيت ان انا اقرس حياتي للمسيح بالكام حاليا انا بخدم الرب في قناة الحياة المسيحية اللي تعتبر اول قناة توجه رسالة مباشرة لأهلنا من المسلمين والاول مرة يكتشف المسلمين ان من حقهم النقد البحث والاختيار والتفكير قناة الحياة ايضا هي اول قناة بتدي صوت للعابرين من غير خوف ولا اقنعة واول قناة تدي صوت للمرأة المسلمة وشرفني الرب اني اكون معدة ومقدمة برنامج المرأة المسلمة على قناة الحياة انا بحب اشجع كل مشاهد ومشاهدة النهار ما تخافش وما تخافيش انكم تفتحوا الانجيل وتقروا عن هذا السيد المسيح اللي غير حياتي وممكن يغير حياتك انت كمان